اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسو دعم المقطع بلايك اشترك الان في القناة لا يسافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين هل فكرت يوما في معنى هذه الصورة العظيمة ولماذا اقسم الله بالتين والزيتون معا ولماذا ارتباط هذا القسم بخلق الانسان في احسن تقويم الكثير منا لم يتدبر المعاني والفوائد الرائعة من اكل التين والزيتون معا ولكن بعد اجراء دراسة حول فوائد اكل التين فقط او اكل الزيتون فقط لم يتوصل العلماء لفوائد كثيرة تذكر الا بعد خلق التين والزيتون معا فوائد اكل التين والزيتون معا ومن اهم فوائد وتأثير اكل التين والزيتون معا هي واحد خفض الكوليسترول في الدم اثنان يزيد الاخصاب عند النساء ثلاثة يساعد على نظرة جسم الانسان ليصبح دائما في حالة من الشباب اربعة تعمل على ازالة اعراض الشيخوخة خمسة التمثيل الغذائي ستة يساعد خلاي الجسم على اداء عاملها بشكل جيد سبعة تعطي الجسم القدرة على العمل ثمانية يعالج الضعف الجنسي عند الرجال تسعة تقوية القلب عشرة ضبط نفسي سؤال هل بلغت من العمر الخمسين عاما هل تعرف انسان بلغ من العمر الخمسين عاما ويشتكي دائما من زيادة الكوليسترول في الدم سؤال اخر هل جرب هؤلاء ان يأكلوا تين والزيتون معا انها الوصفة التي من وصفها لنا هو الله سبحانه وتعالى حيث اقسم في قرآنه العظيم بالتين والزيتون مادة الميثونيدز هي المادة المسؤولة عن نظارة الجسم ليصبح دائما في حالة من الشباب ويقوم المخ بافراز هذه المادة من سن خمس عشرة سنة الى سن خمس وثلاثين سنة ثم تقل نسبة افراز هذه المادة بعد سن الاربعين هل تفكرت في هذا القسم بالتين والزيتون وارتباطه بخلق الانسان في احسن تقويم هذا ما قاله فريق البحث الياباني حيث قال ان المادة الفعالة الميثونيدز الموجودة في التين لا يكون تأثيرها فعال الا بخلقها مع المادة التي في الزيتون وقال فريق البحث الياباني ان النسبة اتى تعطى افضل نتيجة هحبة تين واحدة وسبع حبات زيتون والغريب ان التين ذكر في القرآن مرة واحدة اما الزيتون فذكر ست مرات صريحة ومرة واحدة مبهمة حيث قال الله سبحانه وتعالى وشجرة تخرج من دور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين اي شجرة الزيتون وعندما علم فريق البحث الياباني بهذا الاعجاز اعلن اسلامه على الفور فسبحان الله العظيم جديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر